حبايبي اللوح شاني قبل ما نبدأ فيديو النهاردة نزولوا في الكومنتات صلوا على النبي عليها افضل السلاة والسلام وعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد النهاردة هنعمل حمل التنظيف للتكيف ايوه هو ده هنعمل له حمل التنظيف كويسة قوي يلا بينا يلا بينا نبدأ كنت مع الدية من قدام التكيف ولقيت اللمبة الصفرة دي من نعارة اللمبة الصفرة دي بتكون موجودة في اللوحة على ايد كل ايمين فقلت ده معلاء ان التكيف محتاج يتنظف او الفلاتر اللي جوه التكيف فقلت انا هعمل حمل التنظيف للتكيف كله يعني مش الفلاتر بس طبعا اول حاجة عملتها شلت الفلاتر من مكانها احفظوه هي بتتركب ازاي بعد كده روحت عالحوض وجدت الفرشة جيوب شرط النات كل ما عشان ما تقطعش السلك اللي في الفلاتر روحت جدت وقعد تنزل اي طراب بعد فلتر وده الفلتر التاني ابتديت برضو ان نزل معاليه التراب وتنزله التراب بحذر اوي لانه هيبادل الدنيا حواليكم وده المنزر اللي هتشوفوه في الحوت بعد شوية ولما جيت اخسل التكيف التاني كان المنزر ابشع من كده زي ما انتو شايفين اهو فخلوا بالكو كويس اوي ابتديت بعد كده اشغل عليهم المية بحيث برضو ان لو في اي طراب صغير او اي حاجة تنزل وقعدت برضو كده اعمله بس صبع انا كنت بصور بايد واحدة فمش وضح لكم الموقف وبعد كده جيت سابون سايل اللي بنغسل بالموعين خالص وحطيته عليها وبالفرشة برضو اعدت ادعك كويس اوي زي ما انتو شايفين كده ست بيت شاطرة بعد كده سبت الفلتر تنشف شايفين انا عزيك بس ترجاو تشوفو شكلها الاول شايفين بعد كده جبت فوتا فوتا عادية خالص من اللي احنا بنمسح فيها قدينا نضيفها طبعا بلتها كويس بصو بقى التكيف التكيف كان بشاع بشاع نظافه وده لان طبعا نخسل الفلاتر بس لان نخسل الفلاتر ما بنيتمش اوي ان احنا نطلع انه قصة تكيف عالي قوي عن ان احنا نطلو ان احنا نقف على كده حاجة نحط كده حاجة على السرير مثلا وعلى القمود عشان نوصلو فانعايز اكول بس تدوسوا كده شده التراب لا مستهله مستهله بصراحة التراب اللي كان فيه مستهل خالص 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 وحاولت اجيب بكل الطرق اللي انا اقدر اجيبه انا سيبكو تركزوا كده مع التنظيف نضفته برا وجوه والباب نشوفين الباب تشال ازاي هو بتركز تاني ما فيش منه اي قلب انا طبعا كنت مسحة وش الباب كويس اوي فحطيته على السرير بس امسحه كويس اوي ده شكل المروحة اللي بتتفتحه وتتقفل وكمان فيه مروح داخلية دي صعب انك تمسحها كويس اوي فتمسحها على قد بس ما تقدري لان هي اللي بتخرجلك الهوى فيه قطع تقريبا شورتلكوا عليها وقلتلكوا لا اللي هي الصودة اللي الجوه دي دي بتحطي تلف 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 انك تبوزيها وتمسحيها او تجيبي عليها اي حاجة دي سيبيها كده منها الربنا تنضف لواحد ديها اي بصوا شكله عامل ازاي ولو جتي جنبها تزيلها ياش خفيفة خالص فانتي بتبوزيها عايز اقولكم ان شكله في الاخر فرق معي قوي ويخرج جمية هوا رهيبة فهتم نظافة التكيف بالذات او البول انتو شايفين شكله او بجد شكله انا كنت مبهورة بشكله قوي اللي هو انتو هم تنضفت كده ازاي هو ليه اذابكم بقى اسمعوا التكة واليا بتاعتي التكيف قوي ما بدك يشتغل هو انتو سنتون تنفس اشتركوا في القناة